خلينا نشوف الآن إيش حكم من يقول أن القرآن مخلوق يعني الآن يأتوني بعض الإباضية ويأتوني بعض عوام السنة المساكين الذين لا يفقهون وتأثروا بمعاشرتهم مع الإباضية الخوارج ويقول لي يا شيخ مسألة خلق القرآن ما هي مسألة عقائدية هي أقرب إلى المسألة الفقهية فلا ندخلها في خلافات وفي نقاشات خلينا نشوف أقوال أئمة الإسلام من العلماء المعتبرين في الحكم على من يقول بخلق القرآن حتى تعرفوا الذي أقوله لكم في التويتر وفي الفيسبوك ليس قولي إنما هو قول الأئمة الأعلام يقول الإمام الشافعي إمام الدنيا في زمانه محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه يقول الإمام الشافعي المتوفى في سنة 150 للهجرة يقول ما لقيت أحدا يعني من شيوخه إلا قال من قال في القرآن أنه مخلوق فهو كافر فر انتهى كلامه وهذا في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي صفحة 340 نشوف الإمام البخاري 194 للهجرة يقول ما لفظه والقرآن كلام الله ليس بمخلوق عليه أدركنا علماء الحجاز أهل مكة والمدينة وأهل الكوفة والبصرة وأهل الشام ومصر وعلماء خرسان القرآن كلام الله ليس بمخلوق انتهى كلامه رحمة الله عليه أيضا من كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي صفحة 324 ويقول كذلك البخاري من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الإسلام هذا كلام البخاري من قال القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الإسلام وهذا في كتابه العظيم خلق أفعال العباد صفحة 33 ويقول الإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم وهما من كبار أهل الحديث والمحدثين في القرن الثالث إيش كانوا يقولوا؟ يقولوا من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن ملة الإسلام ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر يعني الذي يشك في كفر من يقول بخلق القرآن وهو فاهم واعي هو كافر أيضا وهذه الرواية مذكورة في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي المجلد الأول صفحة 78 ويقول الإمام المجاهد والعالم النحرير عبد الله بن المبارك الذي كان يجاهد عام ويحج عام وهو من علماء القرن الثاني يعني 118 للهجرة يقول عبد الله بن المبارك سمعت الناس منذ أربعين سنة يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق البتة من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق يعني زوجة طالق البتة فقيل له ولما ذلك قال لأن امرأته مسلمة والمسلمة لا تكون تحت كافر هذا كذلك رواه الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ويقول الإمام سفيان بن عيينة وهو من علماء القرن الثاني وبالتحديد مئه سبعة للهجرة يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر وهذا ذكره الإمام عبد الله بن أحمد في كتابه السنة المجلد الأول صفحة 112 ويقول الإمام عبد الله بن إدريس الكوفي إمام عظيم هذا من علماء القرن الثاني محدث عظيم وبالتحديد عام 192 للهجرة وهذا الإمام عبد الله بن إدريس الكوفي كان قريبا وملازما وصديقا للإمام مالك رحمة الله عليه إيش يقول عبد الله بن إدريس الكوفي يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر هؤلاء الزنادقة هؤلاء الزنادقة انتهى كلامه وهذا مذكور في كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد المجلد الأول صفحة 113 طبعا لطيفة عن هذا الإمام وهذا العالم عبد الله بن إدريس الكوفي رحمة الله عليه هذا الرجل حينما جاءته سكرات الموت في بيته جاءت ابنته تبكي وتصيح على فراق أبيها ماذا قال لها؟ قال لها يا بنيتي لا تبكي والله الذي لا إله غيره إني ختمت المصحفة في هذه الغرفة أربعة ألاف مرة من أجل هذه الساعة لا تبكي رحمة الله عليه ننتقل إلى الإمام العظيم والحافظ الجليل وكيع بن الجراح مية تسعة وعشرين للهجرة شوف لم نأتي بوهابية ولم نأتي بوناس من نجد أو من أهل السنة أنا أتكلم عن أئمة من القرن الأول والقرن الثاني وكبار أهل العلم يقول الإمام الحافظ وكيع بن الجراح المتوفى مية وتسعة وعشرين للهجرة يقول من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه انتهى كلامه وهذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد المجلد الأول صفحة مية وخمسة عشر ويقول الحافظ يزيد بن هارون الواسط وهذا كان معاصرا لإمام أحمد متوفى مئة وثمانية عشر للهجرة يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم يقسم هذا الإمام من قال القرآن مخلوق فهو زنديق انتهى كلامه ويقول الإمام الطيالسي رحمة الله عليه المتوفى في سنة مئة وثلاثة وثلاثين للهجرة يقول من لم يعتقد قلبه أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام من لم يعتقد أو من لم يعتقد في قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج عن الإسلام وهذه في مسائل أبي داود صفحة 262 ويقول الإمام أبو بكر بن عياش المتوفى سنة 95 للهجرة يقول من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله لا تجالسه ولا تكلمه انتهى هذا في مسائل أبي داود صفحة 262 يقول الإمام ابن خزيم المتوفى في سنة 223 للهجرة يقول ما لفظه القرآن كلام الله القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل ولا يدفن في مقابر المسلمين شوف ولا يدفن في مقابر المسلمين وهذه الرواية ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ المجلد الثاني صفحة 66 خلينا ننتقل إلى المذاهب أصحاب المذاهب حتى نعرف أن المسألة هذه كبيرة ما هي مسألة والله بسيطة وخلينا نجتمع واحد يرى خلق القرآن واحد ما يرى خلق القرآن نجتمع ضد إسرائيل وضد الصهاينة لا لابد أن ينظف الصف الداخلي من اليهود الداخليين ثم بعد ذلك ننتصر على أعداء الدين وهم الكفار الأصليين ننظر ماذا يقول السادة الأحناف يقول أبو يوسف وهو من خواص تلميذ الإمام أبو حنيفة يقول أبو يوسف نظرت أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهر نظرته أي نظرته أبو حنيفة يقول نظرته أبا حنيفة في مسألة خلق القرآن ستة أشهر فاتفق رأيه ورأيه على أن من قال بخلق القرآن فهو كافر انتهى كلامه وهذا في أصول البزدوي صفحة تسعة ويقول العلامة المرغناني الحنفي وهو من كبار علماء القرن السادس يقول ما لفظه تجوز الصلاة خلف صاحب هوا وبدعة ولا تجوز خلف الرافض والجهم والقدري والمشبه ومن يقول بخلق القرآن هذا في كتاب تبيين الحقائق للزيلع الحنفي المجلد الأول صفحة 134 كذلك جاء في الفتاوى الهندية التي أعدها نخبة من علماء الأحناف رحمة الله عليهم المجلد الثاني صفحة 257 ما لفظه من قال بخلق القرآن فهو كافر وكذا من قال بخلق الإيمان فهو كافر ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر ومن لا يرضى بالإيمان فهو كافر انتهى وجاء كذلك في كتاب البحر الرائق في المذهب الحنفي تحت باب أحكام المرتدين شوف يعني مسائل القول بخلق القرآن ومن يعتقد بخلق القرآن هذه علماء الأحناف حطوها تحت باب المرتدين يعني يخذون حكم المرتد فجاء في هذا الكتاب كتاب البحر الرائق في المذهب الحنفي تحت باب كتاب أحكام المرتدين المجلد الخامس صفحة 134 جاء ما لفظه من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر من قال أرواح المشايخ حاضرة وتعلم يعني يكفر يعني هذا يرد على الصوفية قولات الصوفية الذين يتوسلون بالأموات وبالأولياء ويتمسحون ويتبركون بالمقبورين فهؤلاء كبار علماء الأحناف يفتون بقولهم من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر ومن قال بخلق القرآن فهو كافر ومن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر انتهى كلامهم أما السادة المالكية فيقول الإمام يحيى ابن خلف المقرئ يقول كما جاء ذلك في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي صفحة 318 يقول يحيى ابن خلف المقرئ كنت عند مالك ابن أنس رحمة الله عليه يقول كنت عند مالك ابن أنس فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول في من يقول القرآن مخلوق قال أي الإمام مالك كافر زنديق اقتلوه كافر زنديق اقتلوه إذن مسألة أصولية ما فيها لعب مسألة عقائدية أصولية ننتقل إلى السادة الشافعية يقول الإمام الربيع بن سليمان يقول قال الشافعي من قال القرآن مخلوق فهو كافر الإمام الشافعي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر وهذا يرويه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة المجلد الأول صفحة 252 ننتقل إلى السادة الحنابلة وإلى الأئمة الحنابلة إيش يقول عبدوس بن مالك يقول عبدوس بن مالك العطار يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق ولا تضعف أن تقول لا تضعف يعني لا تخاف لا تجبن ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق فإن كلام الله منه وليس منه شيء مخلوق شوف الفقه هل يكون من الله شيء مخلوق الكلام من الله فهل يكون من الله شيء مخلوق وهذا رواه الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة المجلد الأول صفحة 175 وكذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل والقرآن كلام الله تكلم به ليس بمخلوق ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر من زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر طبعا هذا موجود في عقيدة الإمام أحمد برواية عبدوس العطار ويقول الإمام عبدالغني المقدسي وهو من علماء القرن السادس يقول وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه أي القرآن غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر انتهى وهذا من كتاب الاقتصاد لعبدالغني المقدسي صفحة 136 الآن بعد ما بينا حكم العلماء في من يقول ويرى بخلق القرآن خلينا نشوف إيش اللوازم ما هي اللوازم والمآلات التي ستؤدي بالناس إذا اعتقدوا بخلق القرآن يعني حينما يعتقد إنسان القول بخلق القرآن ما هي اللوازم وما سيترتب على هذه العقيدة الفاسدة من الأمور التي تترتب عليها بناء على هذه العقيدة الفاسدة أولاً أن الله أو شيئاً من صفاته تكون مخلوقة يعني إذا كان كلام الله مخلوق إذا كان القرآن الكريم مخلوق والقرآن هو كلام الله عز وجل لأن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش خلق الله قال حتى يسمع كلام الله فإذا اعتقد أن القرآن مخلوق إذن كلامه مخلوق إذن قد يكون من صفاته مخلوق فقد يأتي بعد مئات السنين فرق ضالة منحرفة تقول أن الله مخلوق وله خالق هذا لازم من اللوازم من اللوازم أيضاً والمآلات وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب تعالى الله عن ذلك لأن من كلامه مخلوق من اللوازم اعتقاد أن شيئاً من ذاته سبحانه وتعالى أو من صفاته تفنى وتبيد لأنها مخلوقة من اللوازم بما أن القرآن الكريم مخلوق إذن هو من كلام البشر بما أن القرآن مخلوق إذن هو من كلام البشر وهذا هو عين قول المشركين من قريش الذين حاربوا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصف حالهم سبحانه وتعالى حينما أرادوا أن يعتذروا قالوا إن هذا إلا قول البشر هذا قول البشر ما هو قول الله يا محمد إن هذا إلا قول البشر فتوعدهم الله عز وجل بقولهم بقوله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر ومعنى لواحة للبشر أي حراقة للجلد وللبشرة كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنه إذن إذا كان القرآن مخلوق إذن هو قول بشر نفس قول المشركين حينما أكذب الرسول عليه الصلاة والسلام من لوازم القول بخلق القرآن أي أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله عز وجل إذن يمكن أن ننقد القرآن الكريم ممكن أن ننتقد وننقد إما رواية أدبية وإما رواية تاريخية بما أنه مخلوق إذن قابل للنقد ليش ما ننقد كباقي النصوص المخلوقة وهذه الحجة ما علم الإباضية والمعتزلة أن أصحاب التيارات العلمانية والليبرالية استفادوا منكم أيها المبتدعة أشد الفائدة وساروا يضربون كلام الله عز وجل وتبعهم في ذلك المستشرقون الضالون الذين يدسون السم في تراث المسلمين كذلك من لوازم القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق من هذه اللوازم إسقاط مرجعية النص القرآني يعني النص القرآني ما هو مرجع مرجع إليه لأنه مخلوق لأنه مخلوق وهذه من أقوى الشبه الخبيثة التي يستند عليها العلمانيون والليبراليون قاتلهم الله أن يؤفكون كذلك من لوازم القول بخلق القرآن لأنه نص مخلوق القرآن مخلوق إذن هو نص مخلوق إذن هو يمكن أن يقع فيه التحريف يمكن أن يقع فيه التحريف وتقع فيه الزيادة ويقع فيه النقصان لأنه مخلوق وهذا الذي أدى إلى القول قول الشيعة بأن القرآن مخلوق ليش؟ بأن القرآن فيه تحريف لأنه مخلوق واضح يا إخواني؟ هذه كلها يعني لوازم ومآلات تؤدي إلى الطعن في دين الله عز وجل ونحن نتأسف مع يعني من بعض القنوات الفضائية وهم إخواننا وأحباؤنا حينما يدندنون في الليل والنهار عن التحريف وتحريف القرآن وأن من يدعي تحريف القرآن هو كفر وما علموا أن مسألة تحريف القرآن هي مسألة جزئية بسيطة صغيرة جدا من البدعة الأم وهي بدعة خلق القرآن فحينما نقول لهم دعونا نناقش مسألة خلق القرآن يقولوا لا يا الشخ لا تفتع علينا باب عظيم لأنه في معتزلة وفي أشاعر وفي متصوفة غلات وفي إباضية جنبنا في الخليج عيال عمنا لا تفتح هذا الباب الكبير إنما تكلم بس في التحريف ليه؟ لأمور سياسية للأسف وللأصل أن البدعة الأم هي بدعة القول بخلق القرآن إذا نقضنا شبهة وبدعة القول بخلق القرآن كل هذه البدعة بأمر الله عز وجل سوف تنسف بأمر الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر